تحذيرات متصاعدة من تفاقم أزمة السكن خلال الفترة المقبلة في العراق ولسيما بعد أن فاقت نسب الفائدة المفروضة على قروض السكن أزمة العقارات في البلاد بشكل عام وفي بغداد على وجه الخصوص وبلغت تلك الفوائد نصف المبلغ الممنوح للمستفيد في بعض الأحيان في ظاهرة وصفها العديد من المختصين بالشان الاقتصادي بأنها ابتزاز حقيقي تمارسه المصارف الحكومية والخاصة التابعة للأحزاب والميليشيات التي باتت تستغل حاجة المواطنين الماسة للسكن وسط إقرار وزارة الأعمار والإسكان الحالية حاجة البلاد إلى نحو ثلاثة ملايين وحدة سكنية لحل الأزمة اقتصاديون أكدوا تفاقم أزمة السكن خلال الفترة المقبلة هو نتيجة حتمية لإجراءات الحكومة وشروط التعجيزية للمصارف التي تمنح قروضاً لشراء وحدات سكنية لما تحوي تلك التعليمات من أرباح وفوائد وصفت بالكارثية فضلاً عن عدم تناسبها مع قدرة أصحاب الدخل المحدود متهمين الحكومة الحالية بالتهاون مع المصارف التي تتبع موظمها لجهات حزبية وفقاً لأعضاء في اللجنة المالية النيابية مختصون ماليون وضحوا أنه كان من المفترض لحل أزمة السكن هو دخول البنك المركزي والمصارف الحكومية ووزارة الإسكان في استثمارات لبناء مجمعات سكنية توزع للمواطنين بأسعار مناسبة مؤكدين أن تلك الخطوة يمكن أن تسهم في خفض أسعار السكن إلا أن نفوذ جهات متربحة من الأزمة تحول دون ذلك هي إذن أزمة سكن متفاقمة في العراق منذ عام 2003 وحتى الآن تسببت بها حكومات متعاقبة بسبب إجراءاتها وشروط مصارفها التعجيزية بفرض فوائد كبيرة على قروض الإسكان عدد ضمن الأعلى في العالم